السلام عليكم. ده نشوف ازاي نعمل شكل الفساد دوت في برنامج الريفت من خلال امر ميس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده مسال على الشغل في الميس. اول حاجة نعملها اننا طبعا هروح ماسجاند سايت. وهقول له ان انا عايز امبلس ماس. فبيقول لي ان هو هنعمل انابل الشو ماسه اساس انها تظهر معك بدأ بترسم الحاجة وما تظهرش. وهبدأ ارسم مثلا. مستطيل بالشكل دوت. او ممكن ترسم ثلاث خطوط اربع خطوط زي ما انت عايز. تمام. ممكن حتى على سبيل المسال نلغي واحد منهم. ونعمل سليكتع على الثلاثة البقائين. نتأكد ان هو معلم على الثلاثة اللي هنماس بشواخت حاجة تانية. وبعد كده هقول له كريز فور. وتعالا نشوفها بقى ايه في السري دي. دهرت معي بالشكل دوت. وممكن مثلا تيجي هنا وتقول له ان انت عايز تغير في الشكل مثلا. عايز عايز اضيف اضيف مثلا. لو انت عايز تعدل اي حاجة. انا اضيف بروفايل ان انا احدد بعض النقطة وعدل عليها. او تستطيع الاعمل نقطة ديت اقدر اختديف هدج. يعني تقدر اتعدل شكل لو انت عايز تقول له اضيف بروفايل ويتعدل الخط لو انت اعادل فيه. بعد ما استقررنا على الشكل دوت. اقدر اقول له اعمل عليه وقال له ان انا عايز فبدأ بالشكل ده. طيب هو عامله هنا على شكل مستطيل. انا عايزه على شكل مسلس. فعمل واجي هنا. هو هنا عامل فانا هقول له انا عايز باش عايز الفورن. وبعد كده هاجي. وقل له ان انا عايز الشكل اللي هو ترنجل. او اي شكل بقى اللي انت عايزه. انا مسلا لقيت دوت. تقدر بقى تغير الشكل بتاعه من هنا يعني ان ده مسلا فكسد نمبر الرقم ثابت. لا ممكن تقول له فكسد دستانس. وتغير. تخلي مسلا ده ربعمية مسلا او خونصمية. زي ما انت عايز. بالشكل دوت. لا انا محتاج ان انا اغير في دوت. فكسد دستانس. ممكن نخليها. او هينعق مختلف حسب حسب القطعات ديت. فممكن ايجي مسلا عن جزده. ودي له رقم مختلف عن الثاني. هادي له مثلا الف. فتقدر تتحكم فيه الشكل زي ما انت عايز. طيب بعد ما عملنا كده محتاج ان انا اعمل فاميلي عشان تبقى ايه تبقى مرسومة بشكل حلو هنا. فاقول له فايل وهقول له آآ نيو. وقول له نيو فاميلي. ده بقى بيجيب لي التنبيليت بتاع الفاميلي فاختار بقى التنبيليت اللي انا عايزه. انا اختار هنا الكرتن بانا البترن بيست. وقول له ابي. طيب هابدأ عمل سيليكت على الجزء دوت. اهو. هو هنا اعمل لي ريكتانجل فانا لازم اختار الحاجة اللي انا ما اختارها هناك عشان تبقى معاها مصبوطة. فعملها بشكل مثلث بشكل دوت. طيب انا عايز حاجة تمشينا. ممكن بقى تختار ترسم دايرة ترسم مستطيل. هنشوف مبقى ترسم زي. اول حاجة محتاج ان انا ارسم نقطة كريفرانسلية. تمام? على النقطة جزء دوت. تمام? مش لازم في الميت بوينت خالص. براحتك. اقول له انا موديل واقول له ان انا عايز ارسم ريكتانجل. طيب هرسم ريكتانجل ممكن ارسمه هنا هنا هنا. انا مش عارف هرسمه فين. فهاجه هنا ودوستاب. على ساس النقطة تبدأ تزبط معي. يعني بص كل واحدة من دول. كل ما تدوستاب بيبدأ ارسم لك بشكل مختلف. تمام بالشكل دوت. طيب لو جدا عمل سيليكت كده. هيقول له ان هو عام سيليكت على الجزء دوت. انا ممكن اعمل سيليكت على الجزء دوت. واعمل سيليكت برضو على الجزء دوت. الجزء دوت. تقدر تعمل سيليكت عليهم كلهم. ونقول له اعمل لي كريد فورم. فعمل لي كريد فورم بالشكل دوت. كان ده الالومونتال اللي هبدأ اركابه في الشكل موجود. طيب بعد كده اقول له لود انت بروجيكت. ونحمله في المشروع بتاعنا. تمام? ونروح للسري دي. وبعد كده عام سيليكت للتلات اجزاء. والترانجل هبدأ اقول له ان انا عايز اللي هي اللي لسه عاملينها. فاملي وان. فيبدأ ان هو يخدها ويبدأ ان هو يحطط في شكل بتاعنا. فانلي هتعاملت بشكل دوت. اهي. لو انت حابب تغير الارقام تقدر تيجي هنا وتقدر تعدل في الديستنس اللي موجودة في اليو والفي.